أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام مجموعة من المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية وفي بيان صدر عن وزارة الخارجية دعت مصر السلطات الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لمثل هذه التصرفات التصعيدية مشددة على أن الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك ومحاولات تقسيمه زمنيا ومكانيا لن تنال من الوضعية التاريخية والقانونية له باعتباره وقفا إسلاميا خالصا وجددت مصر دعوتها للأطراف الدولية ذات التأثير والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية للاطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني مؤكدة التزامها الكامل بدعم الحقوق الفلسطينية